اشتركوا في القناة ملامح التحالف الاقتصادي الثلاثي تتبلور وتتشكل مباشرة أو بوساطة خفية في محاولة لإغاثة قطر مما أودت بنفسها إليه ولكنها باتت كمن يفر من الرمضاء إلى الحريق المستعر بل إنها ملزمة على تلبية فروض الطاعة والولاء لمحور هذا التحالف ايران وهذا ما وعد به المسؤولون الايرانيون بأن على قطر أن لا تنسى مواقف ايران تجاه الدوحة وأن عليها أن ترد الدين ويبدو أن دين الدوحة تجاه تهران أكبر من أن تدفعه بأموالها بل هو دين يقابله الوجود القطري فلا رجعت عن الحضن الايراني إلا وكانت نتيجتها وخيمة انصياع وولاء تام أو خراب ودمار فرصة سانحة تجدها ايران لتحويل جسور التقارب والتعانق القطري الايراني من الخفاء إلى العلن وبذلك تتطور العلاقات الاقتصادية وتزدهر كما لم تشهدها أي دولة في المنطقة مع عدوها الأول طهران فقد قال السفير الايراني لدى قطر محمد سبحاني أن الفرصة مناسبة للغاية لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة ودعى سبحاني إلى استغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر قائلا إن هناك فرصة مناسبة للغاية من أجل رفع التبادلات التجارية بين البلدين المحتمل جدا أن تقوم هناك صناديق سيادية أو جهات سيادية مودعة لدى الجهات السيادية أو المصرفية في قطر بسح ما مقداره قرابة 21 مليار دولار ولأن التماثل السياسي هو الوجه الآخر للتعانق الاقتصادي أنتج إدغاما سياسيا اقتصاديا تطابقت به الأجندات لدعم الجماعات الإرهابية وزعزعة أمن المنطقة برمتها تحقيقا لطموحات وهية لا تودي بالمنطقة إلا إلى التهلكة ولكن الخاسر الأول هو من باع تاريخه والتجأ إلى عدوه وعدو المنطقة وهذا ما لا يحمد عقباه على قطر فقد أكد سفير الإمارات في المملكة المتحدة سليمان المزروعي أنه على ما يبدو فإن قطر لن تصغي لصوت الحكمة والرشد نتيجة لتعنتها بعدم إيقاف دعم الإرهاب إذا استطاعت قطر أن تتفهم مطالب دول المقاطعة فأنا أعتقد أن الأزمة سوف تنتهي بأسرع ما يمكن لكن لا يبدو أن قطر سوف تصغى لصوت الحكمة والرشد لأنها مكابرة في الحقيقة التقارب الاقتصادي بين قطر وإيران ازداد بعد تهاوي اقتصاد قطر نتيجة اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءاتها بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق المجال الجوي والحدود وسرعان ما تضعضعت قطر بعد أن أعلنت شركة صناعات قطر التي تعمل في مجال البتركيمويات والأسمدة والحديد الصلب أعلنت عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصر علاوة على تهديد تنظيمها لمنديال كأس العالم وما يترتب عليه من خسائر فادحة فقد برز دور الحليف المزدوج بين الدوحة وطهران وفضل أن يستخدم الإرهابية لدعم الإرهابي الآخر ويوصل دعمه لقطر من خلال إيران هذا ما قاله وزير الاقتصاد التركي نهاد زبكجي والذي أكد على أن تركيا وقطر وإيران توصلت إلى اتفاق شفاهي لنقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن الرورو إلى قطر وبذلك يتبلور التحالف الاقتصادي الثلاثي الجديد وتلقى الدوحة وعدها أخيرا ترجمة نانسي قنقر